اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اين توجد هذه المدرسة؟ في قرية من القرى الجزائرية اشتركوا في القناة الجزائرية وجواب الاول سؤال الثاني من قدم اليها؟ قدم اليها معلم جديد كان في انتظاره رجل كبير قرية كان في انتظاره كبير القرية بوغرارة وجمع من الفضولين وجمع من الفضولين صف المدرسة المدرسة التي جاءها المعلم الجديد المدرسة التي جاءها المعلم الجديد فيها ثلاثة اقسام يتسع كل منها خمسين مقعدا وعلى فناء ومرحاضين ومرسلة وفيها في الجهة المقابلة شكرا في الجهة المقابلة؟ الذي الذي سيسكن الدار التابعة رجي رجي هنا دقيقة مع انتها المدرسة التي جاءها المعلم الجديد سيسكن فيها ثلاثة اقسام يتسع كل منها لخمسين مقعد وعلى فناء ومرحاضين ومخسلتين وفيها في الجهة المقابلة شكرا في النص مقابلة وعلى دار في الجهة المقابلة هنا لم تكن دار في الجهة المقابلة وعلى دار على دار وفيها دار في الجهة المقابلة والتي قدرت قولي وفيها دار في الجهة المقابلة نعود لشها مدرسة جاء المعلم مجدد فيها ثلاثة أقسام يتزع كل منها لخمسين مقعد وعلى فناء ومرحاضين ومخسلة وفيها دار في الجهة المقابلة نروحوا للسؤال من الذي سيسكن درناه من الذي سيسكن الدارة التابعة للمدرسة الذي سيسكن الدارة التابعة للمدرسة هو المعلم الجديد الذي سيسكن الدارة التابعة للمدرسة هو المعلم الجديد السؤال المعلم سيمكث طويلا في القرية استخرج ما يدل على ذلك المعلم سيمكس طويلا في المقاقلية ما يدل على ذلك هو الجملة ثم اتجه حقائبه التي معها السائق الذي وضعها السائق هنا يا ثم اتجه الى حقائبه هنا الجواب هنا فضيلة لكي كتبتنا كتابة جيدة وذلك هو الجملة ثم اتجه الى حقائبه التي وضعها السائق هنا جيدك الجواب صح بما احس المعلم عندما تفقد محيط المدرسة بما احس احس هنا الجملة الزوجة عفوا نرجع الجملة الزوجة لانهم في حاجة الى معاشرة رجل مثل كيزو الجمل المعلم سيمكس طويلا في اثبت استخرج ما يدل على ذلك استخرجو زوجو الجمل هي اللولا ثم اتجه الى حقائبه التي وضعها السائق والجملة الزوجة لانهم في حاجة الى معاشرة رجل مثله وهنا السؤال بما احس المعلم عندما تفقد محيط المدرسة أحس المعلم عندما تفقد محيط المدرسة ارجع أرجع احس هل هو محق في ذلك وهو محق في ذلك أحس المعلم بامتعاد عندما تفقد محيط المدرسة وهو محق في ذلك صف هذا المعلم هذا المعلم شاه جاد هذا المعلم جاد ومحترم ومحب لعمله هذا المعلم جاد ومحترم ومحب لعمله ساحة كيف تصرف سكان القرية مع المعلمين تصرف سكان القرية مع المعلمين استقبله بحفاوة وتعظيم يدل على أنهم يحبون ويقدرون العلم والمعلمين ما الذي وهب المعلم كل هذا التقدير والاحترام في القرية؟ الذي وهبه التقدير والتعظيم مهنته النبيلة ووقاره ونظراته وهنده مهن هل يقتصر دور المعلم في القرية على التعليم فقط؟ دور المعلم هنا نقول دور المعلم في القرية لا يقتصر على التعليم فقط بل يكمن في مشاركتهم في حل مشاكل مشاكل هنا مش كما تكتب مشاكل هنا مشاكل القرية بخبرته وعلمه وحكمته بخبرته وعلمه وحكمته هنا دور المعلم في القرية لا يقتصر على التعليم فقط بل يكمن في مشاركتهم في علم مشاكل القرية بخبرته وعلمه وحكمته في رأيك هل يستحق المعلم أن يبجل ويقدر؟ مع تنسؤال آخر نعم يستحق المعلم أن يقدر ويبجل فهو شعاع النور الذي يطرد ظلمات الجهلي هنا نعم يستحق المعلم أن يبدل فهو شعاع النور الذي يطرد ظلمات الجهلي نروح للسؤال آخر انقل ثم أنجز عين العنصر الداخل في كرصة الاحترام التقدير والتعظيم هادو قاعدة يوجو مع بعض الامتعاف ما يجيش معهم الأقسام الفناء غرفة الاستقبال ومكتابها الأقسام والفناء مع انت الأقسام والفناء كين في المدرسة المكتبة والمدرسة غرفة الاستقبال مجيش معهم الثقافة المعرفة الخبرة هادو يجو في رحب الجهل مجيش معهم من دولة دانية مقالة مراسس مع انتها داخلين دخل عنصر داخل مشاهدين الكرام كان هذا شرح حل 8 صفحات 32 وشرح نص المعلم الجديد لتلاميذ السنة ربيع استدائي نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة